من ضمن اسئلة لو حد محاسب تمنتاشر سنة خدمة يا طرى الراتب هيكون كام? على حسب هلشتغل فين? محاسب تمنتاشر سنة خبرة في شركة ملتناشنال وبقى مدير عامل ادارة. غير محاسب قاعد في مكتب محاسبة مكتب بتاعه والمكتب شغله قليل وقعد تمنتاشر سنة. على واحد تاني شغال في بنك محاسب في القسم وياترقف بقى واحد تاني لا فتح مكتب خاص بيه ما شاء الله الشغل كتير. فالموضوع معاقد جدا جدا وما يفعلش يتمسك لان احنا فعليا بنشوف محاسب تمنتاشر سنة خبرة بياخد الافات مؤلفة واحد تاني تمنتاشر سنة خبرة ويادوبك بكمل تمن تسعة تلاف جنيه. فالموضوع واسع قوي ما نقدرش نحكمه الا يا طرى فين شركة ايه? بيشتغل في حيطة ايه خاص ولا يعني حاجات كتيرة جدا جدا بتضع هذا الموضوع في الحسبان فنصيحة بلاش تفكر بهذه الطريقة فكر انت حابب مجال ايه? حابب تكامل فيه ولا لا? وربنا يكتب لك اللي فيه الخير بازن الله. وعادة ان الناس اللي بتبقى فيه مكان واحد غير اللي بينتقل. يعني انا محاسب في الشركة دي. غير لا خمس سنين في الشركة دي بعد روحت وهكزا. في المرتب بيزيد زيادة اكتر بكتير من الزيادة السنوية. لان ببقى كلبر او عنصر قوي في الناس او الشركات عاوزة انها تستقطبني. فتدفع في مرتب كويس. ربنا وفقك ويكتب لك كل خير بازن الله.